حجاب جورجينا في السعودية وفي الحفل الأضخم جويا رودس 20-23 في دورته الثالثة اللي لفت أنظار العالم جورجينا في إطلالتها الأولى ظهرت جورجينا صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو بفستان طويل ومحتشم لونه كحلي بأكمام طويلة وغطت شعرها وباقي جسمها اللي باين من الفستان بالطرحة جورجينا بتتعمد الاحتشام في إطلالتها من ساعة لما رونالدو انضم لفريق النصر في السعودية في صفقة وتعتبر هي الأكبر في العالم حتى الآن وبتعتمد على الهدوم المحتشمة وفي اللقاء الصحفي قالت جورجينا إنها سعيدة بالتواجد في المملكة العربية السعودية واكتشفت بإني ليها متابعين كتير في السعودية وأبدت إعجابها بالمهرجان وانطلقت فعليات الحفل على مسرح بكر جديد بوليفورد الرياضي ستي في العاصمة الرياض ومن الجدير بالذكر أن مهرجان جويا وورديس من المقرر إقامته اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وهو عبارة عن حفل تكريم صناع الترفيه في العاصمة الرياض وتزاع فعاليات الحفل على جميع قنوات MBC اشتركوا في القناة